فانسلاقت من جلدي حتى أكون نجوة نجوة المعقدة المحبطة أدهى أحباط بالحوب أحباط نقص بالجمال أدهى حالة الذهان اللي هي تجيها حالات على ببيتها رسلية خاتون فأدهى جحوظ بالعيون يعني مو جحوظ يعني فاتحة أينها فتطلع نار شرار تطلع من أينها فبقيت أعاني بقيت أعاني حوالي 3-4 شهور عيوني تأذيني إلى أن بديت أتعالج بالقطرة تعقيم العين وإلى آخر بعدين الراجديات الأكلتها كانت حقيقية فأدمر إذاني شكّت الله يرحمه أستاذ جعفر السعدي الله يرحمه تعرفين اللي إحنا بالدراما أكوي عادات مو المشهد تيكوان ينعاد طبعا فلان محافظ الكاميرا ما أخذت إيش صاح صحيح فلازم يتكرر فلان حجة فلان قح فلان عطس تصير يعني تصير مثل ما تصيري ببيتتش يعني صحيح فانعيد آخر شيء أستاذ جعفر قامني يبتش يعني دمعتني قل لي بابا أنا آسف قلت لي لا أستاذ عادي بس يا ما شاء الله الله يرحمه أدية ثقيلة أدية ثقيلة فمرة من المرة ضربني راجدي إذاني نشقت وطلعت دم وطارت الترشية من إذاني هسدي حروبية قاموا يدورن على الترشية بالستوديو الراكور والدن منزل على رقبتي زين وقعت الدرج أربع مرات نعاد المشهد ويا أستاذ عبد الجبار كان والله يرحمه الله يرحمه أهم له الكاميرا ما أخذتش صح له الله يرحمه أستاذ جبار كان قليل الحفظ كان قليل الحفظ الله يرحمه نسوه موطن رائع جدا رائع جدا أي فعلا المشكلة كانت أنا أخيط الفستان علي أخيطه وأني واقفه أبقي بس مساحة للرجلين الثنيا على مد من أسعد أتحرك صحي حتى من أسقط سقطة درج حتى يعني تكون مرتبة وما تطلع يعني أي شي بس لهذا أنا أسعد وأقول الحوار وأبقي وفعالات نفسية ولما نقع تكوني عادة فثوبية ينفتح أرجع للغرفة أخيطة شوف المعانات أضلوعي طبعا أتذكر خطيئة المخرج المنفذ يسر عباس الله يذكرها بالخير أخت عزيزة وغالية من أبدل تقول لأستاذ حسن للمخرج الأضلوحة كلها زرقة نينة لونها أي مو أتنفس أصيح آخر أي لأنه صح كانت أضعف طبعا منها السف الحمد لله عند شعالي الفردوس عمل كان قمة مو آني يعني أحتي قمة قمة فاطمة الرضاعي وجواد الشكرتشي وشذا سالم وأفراح عباس وبهجة الجبوري وآني ومجموعة بعد أخرى عمل رائع جدا أخرج الأستاذ نبيل يوسف أيضا كلها طبعا هذه المجيرة للأستاذ المبدع صباح طوان تأذيفة يعني وأيام الإجازة بعد طبعا طيب السؤال همزين بعدني أتذكره اللي بالمحطة الأولى ذكرتي أن هناك طاقة شبابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر